إلى أنه يقوز تقديم الثلاثة على الإحرام بالحج بعد الإحرام بالعمرة يعني الآن أنا خلصت أحرمت بالعمرة إما وأنا بعد من العمرة والعمرة يا إخوة يعني في الغالب لا تستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات فهو مثلا إذا انتهى من عمرتي حتى الإمام محمد عنده روية إذا أحلى من العمرة فقالوا إن الإنسان إذا أحرم بالعمرة أو إذا انتهى من مناسك العمرة وانتهى منه يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام قبل أن يحرم بالحج طيب استدلوا على ذلك بأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كإحرام الحج مش هو الآن هو وقب عليه الدم بسبب أنه هو متمتع بالحج والعمرة صح لا لا فعندئذن لما العمرة هي نوع أحد الإحرامين الذي بسببه وقب عليه الدم فإذا انتهى من عمرتي أو أحرم بعمرته جاز له أن يصوم الثلاثة أيام قبل أن يحرم بالحج ولا يشترط له أن يحرم بالحج وقالوا كذا رؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك قالوا ولأن السنة في المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية قالوا هكذا رؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وإذا كانت السنة في حقه الإحرام بالحق عشية التروية لا يمكن صيام الأيام الثلاثة بعد ذلك وإنما بقي يوم واحد له لأنه هو يوم التروية وبعدين يوم عرفة فعند إذن لا يمكن أن يصوم الأيام الثلاثة وقال لك إذا أخرها الأيام التشريك فأيام التشريك هو منع عن الصيام فيه فعند إذن الأصح أنه إذا انتهى من عمرته وأراد أن يصوم جاز له الصيام حتى قبل أن يحرم بالحال اشتركوا في القناة